في هذه المناسبة أكد جلالة الملك نصره الله على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة والتي تمتد من وجدة إلى تنجة وهكذا فإن حاجيات هذه المناطق من الماء تتزايد خلال فصل الصيف بأكثر من الضعف وحالياً طوال السنة نظراً لتطور السياحة وللدينامية الملحوظة الناجمة عن المشاريع الصناعية المهمة القائمة أو المشاريع ومناصب الشغل التي تم إحداثها من طرف هذه القطاعات وعلى غرار منظمة إنتاج السيارة رونو أو مشروع مدينة محمد السادس تنجتيك الذي يتم إنجازه بشركة مع فاعلين صينيين تتضلب هذه المشاريع السوسي اقتصادية تعزيز قدرة التزود بالماء وستتم تلبية هذه الحاجيات بفضل تصاميم للربط والسدود الثلاثة الكبرى الجديدة التي سيتم تشييدها بهذه المنطقة بما في ذلك سد بن منصور الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من مليار متر مكعب ومن جهة أخرى أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني الأولوي المتعلق بالماء وتدبيره والذي سيشكل موضوع اجتماعات يترأسها جلالة الملك والذي يتعين أن يوله ثماما خاصا لتأمين تزويد المراكز التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعدين العتماني ومستشار صاحب الجلالة سيد فؤاد علي الهم ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز خنوش ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبدالقادر عمارة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح والوزير المنتدى بلدى وزير الداخلية السيد نوردين بطيب والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبدالرحيم الحافظي السيد عبدالرحيم الحافظي